اشتركوا في القناة يعيش في كل مكان حتى في المناطق المتجمدة بالانترتيكا هذا الكائن الصغير يستطيع الصمود والنجاة من كل شيء حيث يمكنه العيش في درجة حرارة عالية تفوق درجة التبخر وأيضا في الظروف القاسية في الفضاء الخارجي حتى الضغط المرتفع والإشعاعات لا تؤثر فيه فالتركيبته المتطورة المكونة من بروتين تمكنه من حماية حمضه النووي من الإشعاعات المدهش في الأمر هو أن الباحثين تمكنوا من نقل هذا البروتين إلى الخلايا البشرية وأدى ذلك إلى خفض نسبة التضرر من أشعة إكس بنسبة 40% يستطيع الدب الماء أن يدخل في حالة سبات حيث تتوقف عملية الأيض نهائيا كلما أصبحت الظروف صعبة التحمل إنها حالة تشبه الموت يتغذى هذا المخلوق على سوائل الخلايا النباتية والحيوانية وكذلك على سوائل بعض البكتيريا ويمكن العصر عليه في جميع أنحاء العالم تاسعا سلطعون هوف غالبا ما نجد هذا الحيوان في أعماق المحيط بين جنوب أمريكا والأنترتيكا تم التسميته تيمونا بالممثل المشهور ديفيد هاسل هوف لأنه يشبهه في شعر صدره رغم تواجد هذا السلطعون في أبرد الأماكن على الأرض يتحتم عليه أن يتحمل حرارة مرتفعة تصل لأكثر من 300 درجة مئوية لكون هذا المحيط قريب جدا من سلسلة براكين تحت الماء التي تسخن مياه المحيط وتنشر مواد كيميائية بها لكن لحسن الحظ الغازات المنبعثة من البراكين تشكل موطنا جميلا للبكتيريا التي يجمعها السلطعون في شعر صدره من أجل أن يتغذى عليها لم يتم اكتشاف هذا النوع إلا مؤخرا لكنه نال دعم العديد من النشطاء من بينهم الممثل الذي يحمل اسمه ديفيد هاسل هوف ثامنا فيل البحر فيل البحر هو بطل العالم للوزن الثقيل في العيش في المناطق ذات الحرارة المنخفضة تحت الصفر كونه أضخم حيوان لحم في عصر الحالي يستطيع فيل البحر أن يزن أكثر من أربعة أطنان يسهل التعرف على الزكور منها لأنها تملك خراطمة تستعملها للتواصل بينها يعيش فيل البحر بالقرب من البطاريق وتتميز بعدائية كبيرة حيث أن الزكور تتعارك بشراسة للفوز بحق التزاوج غالبا ما يؤدي ذلك إلى الصمود لفترات طويلة بدون أكل لأنهم يظلون في موقعهم لحمايته من الدخلاء فيل البحر يقضي معظم وقته على اليابسة وقد لا يدخل الماء لأسابيع عديدة توفر أجسامهم الضخمة مادة تحميهم من برودة الطقس رغم كونه مخيفا لا يزال فيل البحر فريسة لحيتان الأوركا التي تجوب مياها الأنترتيكا سابعا خنزير البحر خنزير البحر يشبه كثيرا ابن عمه خيار البحر إنهم من نفس السلالة هذا المخلوق الصغير زهري لوني وكروي تماما مثل الخنزير لكنه صغير جدا حيث لا يتجاوز طوله 15 سنتيمترا بالرغم من ذلك فإنه يغطي مساحة كبيرة من المحيط في أنترتيكا لكونه يستطيع الصمود في درجات الضغط المرتفعة يملك خنزير البحر هذا جسما رخوا مع أطراف قابلة للنفخ تمكنه من الحركة بسهولة في الماء يتغذى على بقايا المخلوقات الميتة وغالبا نجد المئات منها مجتمعة حول حوت النافق رغم كونها تسبح في مجموعات إلا أن هذه الحيوانات ليست اجتماعية لأن كل واحد منها يبحث عن طعام لنفسه ربما رأى بعضكم هذه الصورة في مكان الماء لكنها خدعة فقط عناكب الماء الحقيقية لا تبدو كذلك لكن شكلها قد يخيف بعض الأشخاص الذين يهابون العناكب في الحقيقة لا تنتمي عناكب الماء لفصيلة العناكب بل لنوعا من الكائنات يدعى بالذوات الأرجل مما يفسر شكلها تعيش عناكب الماء في أعماق محيطات القطب الشمالي والجنوبي وتستطيع النمو لطول يفوق نصف المتر ويقول الباحثون أن السبب هذا النمو هو كون مياه المحيط العميق غنية بلا أكسجين لكن بنيتها لا تزال مجهولة لأن أعضاء جسمها منتشرة في أرجلها ورغم كونها لاحمة فإنها لا تشكل خطرا على الإنسان إذ إن نظامها الغذائية يعتمد على الديدان وقناديل البحر وتتغذى عبر امتصاص السوائل من ضحيتها من الجيد أنها تعيش بعيدا عنه نجم السلة من أغرب الكائنات على قائمتنا رغم أنه يبدو ككائن واحد لكنه في الحقيقة مجموعة من النجوم الهشة النجم الهش هو كائن صغير بجسم مركزي وأطرف طويلة تتصل ببعضها لتشكل نجم السلة النجم الهش لا يملك دما ويعتمد على نظام يمده بالهواء باستعمال الماء وكونه لا يملك دماغا لا يمكن اعتباره كائنا ذكيا لكنه رغم ذلك يملك قدرات رائعة ومعروف بقابلية التجدد يستعمل هذا النجم أطرفه المقطوعة لتشتيت انتباه العدو بينما هو يهرب ويختبئ بعد مدة من الزمن تنمو أطرفه من جديد يمكن العثور على هذا الكائن في جميع المحيطات تقريبا ويستطيع العيش في جميع الظروف البيئية كما يعتقد أنه وجد على الأرض منذ أكثر من 500 مليون عام رابعا البطاريق عندما نسمع بالقطب المتجمد دائما نفكر في البطاريق كل البطاريق غريبة لكونها تنتمي لفاصيلة الطيور التي لا تطير لكننا سنركز اليوم على نوع واحد البطاريق ذو الخط أسفل الذقن إنها معروفة بخط أسود في عنقها تجعلها تبدو كأنها ترتدي خوذة تعيش هذه البطاريق في المناطق المتجمدة بالأنترتيكا وتتميز بكونها اجتماعية حيث تعيش ضمن مجموعات ضخمة وتبني أعشاشها من الحص الصغيرة لكنها في بعض الأحيان تسرق الحصى من بعض الأعشاش غير المحروسة ثالثا الحبار الأنترتيكي إنه من أضخم أنواع الحبار قد تسمعون به في الأساطير القديمة يصل طول هذا الحبار إلى أربعة عشر مترا ويزن حوالي سبعمائة كيلو جرام رغم أنه يعيش في محط الأنترتيكا لم يتم العصور إلا على عينات قليلة وأغلبها ميتة يملك الحبار عينين كبيرتين حيث يصل قطرها إلى خمسة عشر سنتمترا وتستطيع أن تستدى في ظلمات أعماق المحيط يستطيع هذا الحبار أن يعيش في عمق يفوق الكيلومترين ويعتبر فريسة للحيتان الضخمة يعتقد العلماء أن الآثار والعلامات على جلد الحيتان هي نتيجة اشتباكتها مع الحبار العملاق ثانيا طائر السكوة يعرف أيضا بقرصان الهواء لأنه يسرق الطعام من الطيور الأخرى ويحاصر أيضا الطيور في الهواء لكي يأخذ مصادته يمكن العصور عليها أيضا في مستعمرات البطاريق حيث تسرق بيضها والفراخ الصغيرة يعرفها السياح غالبا لأنها تحوم حول رؤوسهم كلما اقتربوا من أعشاشها على الأرض تقضي طيور السكوة معظم أوقاتها في الجو إلا عندما تتزاوج فإنها تنزل إلى الأرض لترعى بيضها هذه الطيور المهاجرة نالت سمعتها عن استحقاق ويقول بعض العلماء في الأنترتيكا إنها تعودت على البشر أولا القنديل المشطي يعرف أيضا بشبكة البحر ويعتبر من أكثر الكائنات غرابة تم اكتشافه في أواخر القرن الثامن عشر يختلف هذا القنديل عن باقي الأنواع الأخرى حيث ينتج ضوءا مدهشا بألوان الطيف اكتشف العلماء أن هذه الكائنات وجدت على الأرض منذ أكثر من خمسمائة وخمسة عشر مليون عام أي عندما بدأت الكائنات المتعددة الخلايا بالظهور القنديل المشطي حيوان لاحم يتغذى على الكائنات الأصغر منه التي تعلق في مجساته الطويلة يستعمل هذا القنديل تفاعلات كيميائية لينتج أضواء من جسمه في أعماق محيط الأنترتيك المظلمة إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم فلا تنسى الإعجاب والاشتراك جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم هل تريد أن تختبر مدى معرفتك بهذا العالم؟ هل تريد الاستمتاع وأنت تبحر في عالم من المعرفة؟ هل تريد أجوبة لأسئلة لا طالما شغلت بالك؟ أنت الآن في المكان الأنسب حصرياً ولأول مرة تقدم لكم قناة هل تعلم لعبة المعرفة لعبة غنية بأسئلة ثقافية مميزة ومختصرة هدفها تنمية المعارف في مختلف مجالات الحياة اللعبة سهلة وممتعة ويمكنك تحدي أصدقائك في جمع أكبر عدد من النقاط تتميز اللعبة باحتوائها عدداً هائلاً من الأسئلة الشيقة ويتم تغيير الأسئلة بشكل متواصل تفادياً للتكرار بل وأيضاً يتم إضافة مستويات جديدة لكل شهر أولاً حمل اللعبة من الرابط أسفل الفيديو ثانياً قم بتثبيتها على الهاتف واضغط على ألو للموافقة على قوانين الخصوصية ثالثاً ابدأ اللعب وحاول كسر أكبر عدد من المستويات وجمع أكبر عدد من النقاط حمل اللعبة الآن وكن السباق نحو المعرفة